السلام عليكم يا اغلى متتبعين تمنى الله تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معي في وصفة جديدة اليوم نحضر مع بعض احلى حرشة جد مميزة حرشة باللبن خفيفة والديدة وسهلة في التحضير مكونتها جد بسيطة وكتستحق التجربة كتجيه شيشة وخفيفة بلا ما تحتاجوا تسقيوها مدى قرائع جدا فكتمنى تجربوها وتنال اعجاب ديالكم وكيف ديما تبعوا معي الفيديو الاخير وما تنسونيش من واحد اللايك وتعليق زوين من عندكم الله يحفظكم وكان شكر اي اخت عطتني من وقتها وخلت لي تعليق زوين شكرا لكم اخواتي نخليكم على بركة الله مع المكونات وطريقة تحضيرك في ملعادة مشاهدة طيبة اذا كان يحتاج المكونات لدي هنا كيسان ديال سميدة دقيقة مع جوج اكياس من خاميرات الحلوة المجموع 16 قرام لدي هنا واحد الكيس ديال فاني بالنسبة للسوائل كان يحتاج كاس ديال لبن مع كاس ديال الحليب العبار دائما بكاس العنباء وعندي هنا كاس ديال الكوك اي جوز الهند وكان يحتاج كذلك كاس ديال سكر حبيبات اي ساندة وكاس الى ربع ديال السيت عندي جوج مع القبار ديال المربة ديال النشماش بيضة واحدة وجوج مع القبار ديال الماء السهر اذا كان يحتاجوا اولا واحد البول فاش غادي نخدموا الخالط ديال الحلشة كان وضع فيه حبة واحدة ديال البيض وغادي نضيف كاس ديال السكر حبيبات ودائما قبيس ديال الملح في الحلويات وخما كانت كرهاش في مكوينات ضيفوها مع كيس ديال فانيلي التنسيم وكان خدموا المكوينات غير بالطلب اليدوي فقط نحاول ان ندمج المكوينات مع بعض بالنسبة للبيضة تكون حاجم كبير إلا كان الحاجم ديال البيضة صغير نديرو جوج ديال البيضات سوف نخلط حتى نحصل على هذا القوام هذا الآن سنضيف كاس الى ربع ديال الزيت سوف ندمج الزيت مع باقي المكوينات حتى يتجنسوا الآن سنضيف كاس ديال اللبن مع كاس ديال الحليب العبار دائما بكاس العنبه يمكن لكم تديرو الكيمياء كلها اللبن كيف يمكن لكم تديرو الكيمياء كلها حليب يعني كيبقى حسب المتوفر دائما ضفت ايضا هنا جوج مع الكبار ديال المربى ديال المشماش كيف يمكن لكم تعودوا المربى بالعسل وندمج المكونات مع بعض مزيان حتى يتجنسوا يعني كنخلط بالطرع بلياده مزيان ومن بعد هنا سنضيف كاس ديال الكوك اي جوز الهند دائما النوعية اللي كنستعمل الانه ديال الكوك هو ذاك الميتدم منين كنحكوه هكا بينصب عنا كيطلق الزيت كنعرفوه بالنوعية جيدة وضفت ايضا نصف الكيمياء ديال السميدة مع جوج اكياس من خاميرات الحلويات لمجموع 16 جرام سوف نخلط مزيان المكونات مع بعض ومن بعد سنضيف الكيمياء المتباقية ديال السميدة بالنسبة الكيمياء ديال السميدة اللي ضفت هما جوج كيسان بقياس كاس العنبه سوف نضيف الكيمياء ديال السميدة وانتو ما رجعت الخاليط خليته غير ثلاثة دقيق ورجعت ليه لقيته تشرب ولا عندي قوام تقيل بحال هكا غير ما تخلوش كتر من ثلاثة دقيق غادي تلقاوه غادي تلقاو الخاليط ديالكم تشرب بزاف سوف ناخد الخاليط ديال الحرشة سوف نفرغوه هنا في المول اللي عندي دائري وغادي ناخد الان رقائق ديال كوكو ايفيلي وغادي نزين بهم هكا من الفوق كي يعطي منظر زوين بزاف لهذا الحرشة يمكن لكم تعودوا هاد كوكو ايفيلي بكوكو مهلمش يعني كوكو كونكاسي او لا يمكن لكم تخلوها غير هكا كبلا ما تدروا لها اضافة ديال كوكو ايفيلي غادي دخلوها احتكا طيب وغادي تدهنوها بالمربع وطلشو عليها الكوكو كي يبقى الاختيار ديال كوكو سوف ندخلها انا الفران يكون بارد بالنسبة لي عندي الفران ديال الغاز كندخلها الفران بارد محد الفران غادي او كي يسخن او هي غدا وكتلاه او كطيب على خاطر على خاطرها النار دائما تكون مهيلة والعافية تكون غير ملتحت في الاول حتى كنشوفو الجوانب بدأو كيتحمرو سوف ندخلها لتحت الفران والعافية فوق منها تكمل طيبها ونخرجوها سوف يطيب الحرشة نخرجها انتم ما شرتم معي كتجي زوينة بزاف محمرة وهذا كيفيلي اللي درناه من الفوق اعطاها جمالية زوينة كناخد الان المربع ديال المشماش سوف ندهن بيه الوجه ديال الحرشة بهذه الطريقة يمكنكم تطيروا بلاس المربع لعسلحته يجب ان يجب ان يكون محمرة غير انا كالفضل احسن المربع ويكون ديال المشماش بعد ان تهنت الوجه مزيان بالمربع سوف نرجعها الان للفران الذي طفينا عليه سوف نسد عليها في الفران ونجد هذه الحرشة غير 5 دقيق يعني العافية تكون طافيين للفران لكي هذا المربع يتعلق لنا فوق من الوجه ديال الحرشة ويتعلق لنا فوق من الكوكو إفريو ويجب ان تكون زوينة كثيرا ويجب ان يكون هذا الشكل النهائي ديال الحرشة ديالي اللي شاركت معكم اليوم يجب ان تأتي حرشة اللي زوينة كثيرا في المدق والديدة والشيشة بلاقياس ويتدوب في الفم هنتم من النتيجة كتبا نقدامكم جربوها انا متأكدة غادي تعجبكم بزاف كيت جيم عليك بلا ما نتقيوها وشكرا لكم على المتابعة الى وصلتم معي اخواتي حتى لنا عفاكم ما تنسونيش من واحد اللايك حيت بزاف منكم اه كتدخلو كتشوفو الفيديو كتنسوا اللايك شكرا لكم شجعونا غير بديك اللايك باش نزيد نعطيكم الجديد صافيك الكل وصلنا نهاية الفيديو نتلقوا في وصفة القادمة بإذن الله مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم